موسيقى الرئيس العليمي يغادر عدن الى الرياض في طريقه الى جمهورية مصر العربية النايب المحرمي يزور مقر القوات المشتركة ويثمن دعمه المتواصل لتعزيز الاستقرار في اليمن العميد طارق صالح يبحث مع سفيري بريطانيا وكوريا لوضع في اليمن ويناقش استعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة رئيس الوزراء يؤكد على الدور المحوري لادارة الرقابة والتحقيق والمراجعة في التعامل مع قضايا الفساد لم لاس يبحث مع نيب المبعوثة الاممية اثار تسييس الاقتصاد والانعكاسات على الوضع المعيشي مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرات اخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عادة ومن عنوينها الى التفاصيل بعث الدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئيسي برقية تانية لفقامة الرئيس رجب طيب اردوغا رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى اعلان الجمهورية لبلده الشقيقة واعرب رئيس مجلس القيادة الرئيسي باسم واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خلص التهاني واطيب التبريكات للرئيس اردوغان مشيدا بالمواقف الاخوية الثابتة لجمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية قادر الدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئيسية العاصمة عدن الى المملكة العربية السعودية في طريقه الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في المنتدى الحضر العالمي الذي تنطلق اعماله لسبوع المقبل واقال مصدر في مكتب رئيس الجمهورية ان الرئيس العليمي سيجري خلال اليومين المقبلين مشاورات في الرياض مع فاعلين اقليميين ودوليين حول مجددات الوضع المقلية واسوب الحجد الدعم الى جانب الاصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة وتدعياتها الانسانية التي فقمتها لجامات الارهابية وخطوط الملاحة الدولية ونوها المصدر في هذا السياق بدور الاشقاف للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والشركاء الاقليميين والدوليين في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي نائب رئيس المجلس الاندغالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي مقر القوات المشتركة بالعاصمة السعودية الرياضة وكان في استقباله قيد القوات الفريغ روكن فهد السلمان وناقش الليقى الموضوع ذات الاهتمام المشترك وبحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتحقيق السلام في اليمن بحث عضو مجلس القيادة الرئيسي طارق صالح مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبد الشريف الوضع في اليمن والتحديات التي تواجه جهود السلام بظل تنص الميليشيا الحوثي من التزاماتها وعرقلتها كافة المبادرات الغلمية والدولية وخلال اللقاء كدى طارق صالح ارصى الحكم على دعم جهود السلام مشددا على ضرورة ايجاد نهج دولي موحد تجاه لزمة اليمنية يضع في الاعتبار المخاطر التي تشكلها ميليشيا العوثي على امن المنطقة كادات ايرانية وتهديد الملاحة في البحر الاحمر ومطيق باب المندب بدورها اكدت السفيرة البريطانية تفاهم لندن لهذه المخاطر ورفضها لكافة الانشطة التي تقوض امن الملاحة العالمية وفي سياق اخر وقف لقاع عضو مجلس القيادة الرئيسي طارق صالح مع سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دوبونشكايا وقف امام التأثيرات الناجمة عن هجامات ميليشيا الحوثي الارهابية على السفن وما ترتب علي من مخاطر قوضت امن الملاحة وحريتها في البحر الاحمر من جانبه جدد السفير الكوري تأكيد بلاده على دعم الشرعية في اليمن والجهود الاممية المبدولة للتوصل الى حل سلمي للازمة التقى عضو مجلس القيادة طارق صالح بقايد محور مران قايد الوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبالا السدعي وناقش اللقاء لجهزية الحربية واستعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعد وكافة الجباهات التابعة للمحور واشددها خلال اللقاء على رفع الجاهزية القتالية والحربية والاستعداد الجيد في كافة الجباهات من خلال تحضير كافة القوات والعتاد العسكري وتفعيل خطط الاسناد ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ ماربا لواء سلطان العراد اليوم مع سفر دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن العديد من القضايا والملف ذات الاهتمام المشترك بين اليمن وبلدانهم محليا واغليميا ودوليا جاء ذلك خلال اتصال مرياج راه مع رئيس بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن وخلال الاتصال بحث العرادة تداعيات لزمة الإنسانية والأوضاع البعيشية الصعبة التي يعيشها معظم اليمنيين نتيجة استمرار الحرب العدوانية التي أشعلتها مليشيا الحوثي لرهابية في بلادنا أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك على الدور المحواري والهام لإدارة الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإدارية باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم جاء ذلك خلال حضوره في وزارة العدل بالعاصمة عدن اختتام البرنامج التدريبي لمدراء إدارة الرقابة والتحقيق فيما حكم الاستناف في المحافظات المحررة هذا أولفت رئيس الوزارة إلى همية موضوع البرنامج التدريبي في قضية جوارية تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولوية الخمسة لعمل الحكومة وهي الإصلاق المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمسالة مؤكدا على التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية ومية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد وجوانب الحقوق والحريات ومشددا على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الإعداد السليم لقضايا الفساد المحالة إلى المحاكم قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك بزيارة إلى وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة معدل الاطلاع على الجهود المبذولة لتحصين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وترأس رئيس الوزارة اجتماعا لقيادات وزارة الصحة لمناقشة أوضاع الوزارة والقطاع الصحية والتحديات التي تواجهها ووضع الدكتور بن مبارك قيادة الوزارة مامسورة شاملة حول الوضع العام على مختلف المستويات والتحديات المتراكمة مواجهة وزارة الصحة بوضع خطة لإدارة الموارد المالية بفاعلية وشفافية وضمان توجيه الدعم لمجالاته الأساسية إذن خدمت الرعاية الأولية ومكافحة الأمراض الوبائية وجهها رئيس مجلس الوزارة الدكتور أحمد بن مبارك بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية مع السلطات المخلية في المحافظات في إعداد الخطط والاحتياجات وفق الأولويات العجلة التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين وأكد رئيس الوزارة لدى لقائه من محافظة تعز نبيل شمسان على أهمية مراعاة التكامل بين المحافظات والاستفادة من المزايا الاستراتيجية لكل محافظة لافتا إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تم تدشينها خلال زيارات رئيس مجلس القيادة الرئاسية لا تعز هذا واطلع بن مبارك من محافظة تعز على يحطة شاملة حول الأوضاع بالمحافظة في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزندين نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سرحد فتاح جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والمزدات المتعلقة بتحركات المبعوث الخاص للدفع بجهود السلامي في اليمن هذا وأكد وزير الخارجية على تقدير الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي منويها بحرص القيادة السياسية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني في العاصمة عدن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينو دمونيز وخلال اللقاء استعرض الجانبان الوضع الأمني في البحر الأحمر والتأديدات المستمرة التي تواجه السفنة التجارية جراء الهجمات الحوثية وسبل دعم اليمن في مجابهة المخاطر البيئية التي تهدد البيئة البحرية كما تطرق إلى سبول تعزيز قدرات الإجزة المعنية بالأمن والسلامة البحرية في اليمن شارك وزير الداخلية لواركن إبراهيم حيدان في افتتاح المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة بليبولا قطر 2024 بحضور وزير الداخلية القطري قائد قوة الأمن الداخلي الخوية الشيخ خليفة الثاني واطلع اليوى حيدان ولفد المرافق له خلال زيارته للمعرض على عدد من التقنيات وتكنولوجيا الحديثة التي تقدمها عدد من الشركات العربية والأجنبية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني هذا ويشمل المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية مؤتمرا دوليا وندوات أمنية تعقد على هامشي وتتناول مجموعة من القضايا الأمنية بحث وزير الداخلية اليواركن إبراهيم حيدان اليوم مع القيم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتاهيل وصعرض وزير الداخلية التحديات الأمنية وجهود الإيزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة مجيدا بمواقف جمهورية الصين الداعمة للحكومة اليمنية والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات من جهة أكد القيم بأعمال السفارة الصينية حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين لتدريب منتسب وزارة الداخلية اليمنية وتعم الوزارة في بعض المجالات الخدمية بحث وزير الداخلية اليواركن إبراهيم حيدان مع وزير الدولة لشهون الداخلية القطرية الشيخ عبدالعزيز الثاني سبول تعزيز التعاون للأمن بين البلدين وتبادل الآراء حول التحديات الأمنية الراهنة وطرق مواجهة الجرائم المنظمة وأشهد لوحيدان بالجهود المستمرة التي تبذلها قطر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بدوره أكد الوزير القطري على أهمية التعاون بين الدول في مجال الأمن مشيرا إلى أن ميلي بول قطر يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الأمن والسلام اطلع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة المصرية القاهرة على نشاط مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية والجهود التي تبذلها لتحصين ظروف المرضى وتقديم الرعاية المتكاملة لهم وطاف الوزير الأشول خلال زيارته بغرفة الإقامة والمرافق الطبية مستمعا من نائب رئيس مجلسة أمناء المؤسسة مدير الدار الحياة تابع للمؤسسة ذكرى النونو ومدير عمل مؤسسة عمر بارزاغ إلى شرح الحول مراحل إنشاء المؤسسة وتطور الخدمات الصحية فيها والأنشطة والخدمات التي تقدم للمرضى قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر بزيارة مقر إذاعة المهرة بمدينة الغيظة واستمع الوزير الإرياني من إدارة إذاعة المهرة إلى شرح عن أدية وخارطة البرامج المقدمة للجمهور وكذا التحديات والصعوبات التي تواجهها موجيا بتكتيف البرامج الثقافية والسياحية وكذا البرامج التي تعمل على توعية المجتمع والنشو وتحصينه بالهوية الوطنية إلى ذلك قام الإرياني ومعه وكل أول محافظة المهرة مختار بن عويض بزيارة إلى المتحف المهرة مطلعا على محتويات المعرض وما يحويه من آثار بحث وزير الدولة المحافظة العاصمة عدن أحمد لم لا أسمعان أي مبعوثة من العام السيدة سرهد فتاح والوفد المرافق له أضرار وأثار تسييس الملف الاقتصادية والعكاسات السلبية على الوضع المعيشي للمواطنين وناقشها لاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية كما تطرق الاجتماع إلى الأثار التي تسبب بها إيقاف تصدير النفط الخام والتعقيدات التي تواجهها جهود إحلال السلام على الوضع الاقتصادي ومضاعفة معاناة المواطنين وفي هذا السياق أشار الأملس إلى أن السلطة المحلية بدلت جهودا كبيرة للنهض بالأوضاع في العاصمة عدن من خلال عدد من المشاريع أهمها تأسيس مركز لتنمية الإيرادات عبر الربط الشبكي الموحد الأمر الذي ساعد السلطات على الوفاء بالعديد من الالتزامات تجاه المواطنين ترعى ساوى وزير الدولة المحافظة العاصمة عدن أحمد لملس اجتماعا للمكتب التنفيذي للعاصمة وذلك للوقوف أمام سير العمل الخدمي والتنمو في قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإحصاء والتخطيط وأشار لملس خلال الاجتماع لأن قرار زيادة 30 ألف ريال للمعلمين في المحافظة أتمن منطلق المسؤولية الإخلاقية والوطنية للسلطة المقلية تجاه هذه الشريحة موشددا على ضرورة أن يحظى التعليم والمعلم باهتمام ودعم أكبر وأوسع في البرنامج الاستثمارية للعام 2025 ومؤكدا أن السلطة المقلية في العاصمة عدن ستتولى تسليم المتعاقدين راتب شهرين إضافيين قام قائد المنطقة العسكرية الثانية الليوار كونطالب رجاش بتكريم الأستاذ فارس بن هلابي نايب رئيس غرفة تجارة والصناعة بمحافظة حضراموت تقديرا للدور الفعال والدعم اللامحدود الذي قدمه بن هلابي للمنطقة مما أسهم في تعزيز قدرات قوات النقبة الحضرامية وأعرب قيد المنطقة عن شكره وتقديره للأستاذ بن هلابي على دعمه السخية والمستمر مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس روح الوطنية العالية والتزام القطع الخاص بالمساهمة في جهود تحقيق الأمن والسلام بساحل حضراموت من جانبه عبر الأستاذ فارس خالد بن هلابي عن فخره بهذا التكريم وكد استمراره في دعم النقبة الحضرامية إيمانا منه بدور هذه القوات في حماية المكتسبات الوطنية ناقش المدير العام للأمن والشرطة بصاحل حضراموت العميد مطيع المنهالي بالمكلة مع مدير أمن غيلباوزير العقيد عوض بن عكاس العبثاني أبرز المستجدات وسبل تعزيز الأوضاع الأمنية في المديرية واستمع العميد المنهالي من العقيد بن عكاس إلى أبرز المستجدات والإنجازات الأمنية والتحديات التي توجه لداره مؤشيدا بجهود رجال الأمن في ملاحقة الجريمة وضبط مرتكبيها مشددا على تكثيف العمل الأمنية بما يسن في دعم جهود التنمية في مختلف الغطاعات أقرت لجنة التصعيد لتحقيق مطالب حضراموت بمديريات الساحل في اجتماعها بمدينة المكلة اليوم خطط وبرامج عملها وألية تنفيذها مواكبة للخطوات الميدانية لتحقيق استحقاقات ومطالب حضراموت العامة والمشروع وأيضة اللجنة ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لرياسة الحلف المنعقد يوم الاثنين سبعة وعشرين أكتوبر الحالية من منطقة العليب بمدرية غيل بن يومين ومنها تحقيق الحكم الذاتي الذي يأتي انتصارا للإرادة الحرة للحضرام جميعا هذا وجددت اللجنة دعوتها لقيادات وكوادر مختلف هيئات مؤتمر حضراموت الجامع وأبناء حضراموت عامة إلى التفاعل الإيجابي مع انشطتها الميدانية بما يسهم في تحقيق استحقاقات ومطالب حضراموت الحادلة التي سين عن بها المواطن الحضرامي على أرض اختتمت مواسسة سلام للتنمية المجتمعية بالمكلة ورسة عمل لبناء قدرات ضباط إنفاذ القانون في حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين بالتعاون مع مؤسسة فريدش الألمانية مكتاب اليمن والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وتطرقت الدورة إلى كيفية تعزيز ألي التطوير واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان والذي يهدف إلى بناء قدرات رجال الأمن في مجال حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين واستهدفت الدورة التي حضر ختامها مدير الأمن والشرطة بحضراموت الساحل العميد مطيع المنهالية استهدفت سبل تطوير قدرات العاملين في جهاز الشرطة من ضباط وضباط صف في مجالة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السجون والمرافق المرتبطة بها وتناولت مواضيع مهمة مثل مسؤولية جهاز الشرطة في التعامل مع المتهمين وكيفية كتابة البلاغات وغيرها من الجوانب المتعلقة بالشأن الأمنية أشهد أوكل وزارة الشباب الرياضة لغطاء المشاريع محسن بيبك بما تحقق من المنجزات الرياضية بمحافظة شبوه ودعا خلال زيارته التفقدية لمشروع المدينة الرياضية بعتق على ضرورة الحفاظ عليها مؤكدا استعداد الوزارة للإشراف على المشروعات الجديدة وذلك لضمان تنفيذها وفقا للمواصفات المحددة للمشروعات الرياضية ومشيدا بيدعم سلطة المحلية للحركة الرياضية بالمحافظة ذشنت الجمعية الخيرية لرعاية طلاب العلم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لمئتين وخمسين طالب من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وليتان بمحافظة شبوه بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي وخلال التدشين ثمن مدير عام مكتب الشولة الاجتماعية والعمل بالمحافظة العمير جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تمويل لمثل هذه المشاريع الخيرية التي تستهدف الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وليتامة مؤكدا على دورها في تحفيز معلم واصلة التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نظمت العيادة الوردية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في لحج بكلية ناصر العلوم الزراعية بمدينة الحوطة بازار للناجيات من السرطان وأوضحت المشرفة العيادة الدكتورة رشال بحرية أن البازار ينظم من فعاليات الشهر الوردي العالمي لسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام مشيرة إلى أن البازار يهدف إلى تسويق منتجات الناجيات ودفعهن إلى سوق العمل للحصول على المردود المادي لتحسين يوضعهن تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة حيث قصفت بشكل عشوائي قرى الحيمة الساحلية بمغذوفات الهون مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة وتسبب القصف الحوثي في حالة من الرعب والخوب بين المدنيين الأبرياء ولا سيم النساء والأطفال والنازحين الذين يعيشون في مخيمات موقتها بالمنطقة كما تسبب هذا القصف إصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة وتدمير العديد من المنازل والمدارس والمرافق الصحية أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد ثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن العملية الأولى استهدفت سفينة جنوب البحر العربي بطائرتين مسيرتين وأضاف أن العملية الثانية استهدفت سفينة أخرى في البحر العربي بصاروخ مجنح فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية وتوعد سريع باستمرار جماعة استهداف خطوط الملحة البحرية حتى توقف إسرائيل عربها في لبنان وغزة حد زعمه هذا وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقت بلغة بوقوع ثلاثة انفجارات منفصل قرب السفينة التجارية على بعد 25 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن اردفعت حصيل الضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ أكثر من عامل 43 ألف وواحد وستين شهيد و 101 ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين جريح قلبية من الأطفال والنساء وفادت مصادر طبية في غزة بأن 115 شهيد ارتقوا في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الغطاع منهم 109 في الشمال لافتة إلى أن وجود عداد أخرى من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم مشاهدين الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء الرئيس العليمي يغادر عدن إلى الرياض في طريقه إلى جمهورية مصر العربية النايب المحرمي يزور مقر القوات المشتركة ويثمن دعمه المتواصل لتعزيز الاستقرار في اليمن العميد طارق صالح يبحث مع سفيري بريطانيا وكوريا لوضع في اليمن ويناقش استعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة رئيس الوزراء يؤكد على الدور المحوري لإدارة الرقابة والتحقيق والمراجعة في التعامل مع قضايا الفساد لم لس يبحث مع نيب المبعوث الأممي أثار تسييس الاقتصاد وانعكاسات على الوضع المعيشي مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم بلاختام نشرتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة